اشتركوا في القناة انا مش عارف امير هيبقى عامل ازاي يعني اكيد حيغير قوي انت بس المشكلة عشان انت شوفتني معاه فدي مشكلة لكن هو ليلة انا مش خايف عليها صراحة ليلة طلع شخصية قوية وعيه؟ وعيه انا حتى دايما بهرج مع مراتي بقولها تقول لي مثلا احنا عايزين بقى نجيب بيت لسليم عشان لما يكبر بيعنده بيت قلت له انا الاهم عندي ليلة على فكرة لا تقول ليش معنى هاي قلت له عشان ليلة انا متأجنة هتطلق ليه ليه بعد الشر لا يعني مهرج عن ان هي شخصية قوية هي لازم يكون عندها يعني اللي حجلة دا يبقى برضو شخص قوي قادر يسيطر على مستبدة هي مستبدة اهي مستبدة معايا اهي ويمكن عشان ام عارفين ان انا قدام ولادي اهي لا اصلا اقول ليك على حاجة انا شوفته مع ولاده بقى daily ميقدارش باشة مصري دا اللي او عامل كده دا ميقدارش انما طب انت مش خايفة على ليلة انا بس ايها عايز اعرف بس برضو عتيز جال عنه ازاي لما هي تبقى قوية جدة انت عايز وعايا اقوى منها امم دي المشكلة طبعاً هو بس زي ما قلت لك في الأول إن إحنا يعني ربنا يكرمنا إحنا يعني ربنا بيستورة معنا أكيد هيوقف لنا أولاد حلال بقى في الحيطة دي إن شاء الله يعني إن شاء الله ربنا يكرمها بحد كويس يخاف عليها ويصنها ومش فكرة بقى هو بيشتغل إيه أكيد طبعاً هنهتم من هو بيشتغل إيه ظروفه وعملة إزاي لأنه برضو أي حد مش عايز يبهدل بناته أو مش عايز لا طبعاً بس مش معناه إن أنا لحد يجيلي أم أقوله لأ لازم ولازم ولازم لأ لو هتقدر إن إنت تعيش معاك مبسوطة يعني ويتحتويها بتاوي تخلي ببالك منها وتخب ببالك منها ما تجيليش تشتكيني عشان لو جت اشتكتني يا ما يعني افرق بقى جت اشتكتلك هتعمل إيه ما نعدي بقى الحتة دي لا لازم دي الحتة دي مهمة بص مهما جت اشتكتلي مهما جت قالتلي أنا شايف إنه يعني لا مش ميصدقك من قبل ما تقول صح؟ كذب أه؟ أقول 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 لا بس أنا من الصح إن أنا عمري مثلا ما هدخل معاه في مشكلة إن هو لو ربنا كرامهم ولو في مشكلة وتحلت بعد كده أنا عمري ما هصغره قدام نفسه ولا قدامها لإن أنا لو جيت صغرته قدامها في مرة وحست إنه وحست إنه كل مشكلة أبوها هو اللي وقف لها وبيعمل مشكلة كبيرة عمري ما هتتظبط في بيتها بالضبط صح والله صح هو بيعمل لأ بس هو بعمل معاك إيه الرجل ده ده طول النهار واقف مع حجازي طول النهار يعني أنا بالنسباني اللي هو أنا كأن أنا بقى اللي طول النهار بغلط بس هو يعني هو بيقوله كده بقى إن هو الأصول بيقول إن هو لازم الراجع عشان أنا نصلي عندي حتة الزكرية دي بتنقح عليه سوية عشان هو راجل بيفهم في الأصول فهم في الأصول وجد عنا وعارف يعامل محمود حجازي إزاي أو جوز بنته إزاي عشان عارف بعد كده إنه يعني هو هو اللي هو اللي بقى إلنا يعني هو اللي بقى الجوز بنتنا هم الحياة بعد كده اللي جاية فده راجل بيفكر أنا عارف طب لو العكس بقى لو سليم نفسه هو اللي زع المرات وهتعمل إيه؟ مش هيعمل حاجة مع سليم مش هيقدر هيعمل حاجة لا هيعمل أقوله زع اليابني ولا أم أنا بقولك وحاجة هيعمل دلوقتي هو داتي عشان صغنن بس قدام لما يكبر عارفة سليم يعني بالنسباله لو زع المراته هيقوله طب بص أنا هزعها لك قدامها كده وكده أنا عايزي أقولك هم أصلاً بتادوا يستغلوا موضوه ده مراتي والبنات وليلة يعني دلوقتي عشان اللي لسه زوائر عندها سن لما ييجي مثلاً حاسين إن فيه حاجة أنا مش هاردة سليم بيموت في استضرار سليم شفتي بقى أنا بقى لك هوا